موسيقى السلام عليكم ورحمة الله زيكم يا ناس يا طيبين النهاردة بقى هنكمل كلامنا في الكيمستري موسيقى يعني يا رب تكون الحصة بتاعة الانتي فيرال الدنيا كانت ماشية كويس المركبات مكادش كتيرة قوي النهاردة هنتكلم بقى على الجزء بتاع الانتي هستامينك الأدوية بتاعة الحساسية وعايزين نفهم ايه قصة المصل والهستامين وايه الحاجات اللي بتقفل الريسبتور بتاع الهستامين والكلام دوت طبعا في ناس منكم شايفت الحاجات بتاعة الانتي هستامينك على اليوتيوب بس يا الفكرة ان اللي على اليوتيوب دوت بقى له تلات اربع سنين فكان لازم نعمل أفضيت تاني حاجة مهمة ان الدكتورة علشان الشرح الأونلاين طبعا فهي حاجات كتير كنت بتلغيها شرحتها فيعني كلام بردو اللي موجود على اليوتيوب هتلاقو نقص شوية عن المنهج اللي عليك فالكلام دوت بتاع السنة دي فاحنا عايزين نركز فيه كده مع بعض سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يالله بياي نبدأ اول حاجة ايه الهستامين اصلا يعني انت بتتكلم على الانتهيستامينك لازم نفهم ايه موضوع الهيستامين دا وانت بتتتكلم على الهيستامين احنا بنتكلم على حلقة خماسية والحلقة الخماسية ديت فيها 2n مش جنب بعض وتاني بقى الناس اللي ذكرت الحصة بتاع التسميات حلقة خماسية فيها 2n مش جنب بعض ابقى انت بتتكلمني على حلقة прما في حلقةالينيدازول ديت لو جيت ترقمها بتترقم من عند الانه الساتيريت دن strengths هذه واحد أدي اثنين أدي ثلاثة أدي أربعة أدي خمسة فدايماً ترقين الإميدازول بيبدأ من الإن الساتيوريت بنحية الإن التالية بعد الإميدازول عند الكربون رقم أربعة هيبقى عندي كربونتين ومجموعة إنياتشتو معنى كده أن المركب اللي قدامكو دوت فيه تلات مجموعات إني فيه تلات زرات إني والدكتورة بتسمي كل واحدة بطريقة مختلفة فالإن اللي هي عند رقم واحد دية الرمز بتاعها التاوي دي بتسميها الإن التلي فالإن التلي اللي هي الإن اللي عند رقم واحد اللي هي الإن اللي عندها إتشاي أما الإن اللي عند رقم تلاتة دي اللي بتسميها الإن الباي أو بتسمي الإن البروس فالإن الباي أو الإن البروس هي الإن اللي عند رقم تلاتة اللي أهم من كده بقى بعشر تلاف مرة الإن إتشتو اللي على الطرف ديت اللي عند البرانش دوت ودي اللي احنا بنسميها الإن إتشتو أو الإن الألف فالإن إتشتو اللي على الصيد إتشين ديت اللي احنا بنسميها الإن إتشتو الألفة والكربونتين، وهذا الألفا والبيتا بالنسبة للنه لن نتكلم عن 3 أنواع آنات نتكلم عن النه ثلاثة من جديد النه ثلاثة منجة 1 اله و النه ثلاثة منجة 3 و النه ثلاثة ما كانوا يوجد يجانيه اله وهذا أهم في الموضوع ما الذي يجعل النه ثلاثة منه؟ أن النه ثلاثة تكتسب اله الح الفيسيولوجية في الحركة في الحصف أول ما تدوى بتاعك أو أول ما الهستامين يخش البلد دي بتكتسب إتشاية وبتتحول للشحنة الموجب طب أنا هستفاد من إيه أن مجموعة الـ NH2 دي بتتحول للشحنة الموجب لأنها بتمسك في سالب بقى على الرسيبتور سواء الرسيبتور دوت كان فيه جلوتاميت أو أسبورتيت ديال أمينو أسد اللي فيها الحاجات السالب بيمسك في الحاجات السالب اللي على الرسيبتور عن طريق إلكتروستاتيك انتر اكشن أو آيونيك بول فلازم الهستامين ياخد إتش جوا الجسم ويتحول للشحنة الموجب علشان يعرف يمسك في الرسيبتور بتاعه طب انت هتستفاد إيه بقى من الكلام اللي انا بنقوله دلوقتي القصة في الموضوع ان انت علشان تعرف تعمل دواء يشتغل زي الهستامين لازم تكون فاهم الهستامين بيشتغل ازاي لما جم يدوروا لأن الهستامين بيمسك في الرسيبتور بنعين من الروابط أول واحدة من عند الـ NH2 وتاني واحدة من عند الحلقة بتاعة الـ NH2 الـ NH2 زي ما اتفقنا لما تكتسب إتشاية بتمسك بآيونيك بوند بحاجة سالب على الرسيبتور بتاعي فلازم يكون عندك إن تبقى بيزك بحيث تعرف تكتسب إتش جوا الجسم علشان تعرف تمسك في الرسيبتور بتاعي أي دواء عايز تعمله شباية يستامين لازم يكون فيه إن بيزك علشان يعرف يمسك في الرسيبتور ويقفل الرسيبتور حلقة الإنيدازول بتمسك بفندر في الفورس فلازم حاجة أروماتيك أي حاجة أروماتيك هتعرف تمسك في الرسيبتور زي الحلقة بتاعة الإنيدازول المسافة ما بين الأكتف صايت ده والأكتف صايت ده كمان مهمة المسافة ما بين الإن اللي هتبقى موجب وحلقة الإنيدازول كربونتيل فأنا مش عايز أزود المسافة عن كده لازم يكون المسافة بتاعة الدواء بتاعي ما بين الأروماتيك والإن البازيك برضو في نفس الرنج دوت اللي هو كربونتيل فتاني أهمية إن إحنا نفهم الستروكتشر علشان أعرف أنا علشان أعمل دواء ده ده الفكرة في الكيميا أصلاً علشان أعرف أعمل دواء أنا إيه التعديلات اللي محتاج أعملها أو إيه المجموعات الفعالة اللي محتاجها في الدواء بتاعي علشان يعرف يشتغل على الرسيبتور بتاع الهستاميل طبعاً كتسمية بقى احنا اتفقنا إنه عندنا حلقة إيميدازول واللي جاي بعد كده عند رقم أربعة وعند رقم أربعة في مجموعة إيه ثايل وعلى الكربونة التانية في الإيه ثايل أدي واحد أدي اتنين بالنسبة للبيرنت على الكربونة التانية بالنسبة للإيه ثايل هيبقى عندي مجموعة أمي فماشي كيميكالنيم هنا مش مهمة قوي لكن مهم إن إحنا ناخد بالنا من الهستاميل لأن الألفة بتاعته ديت هي اللي بيزه علشان تمسك في الأكتف صايت بتاع الرسيبتور أول حاجة عايزين نتكلم عليها عايزين نتكلم على البايو سينفزز بتاع الهستاميل وطبعاً علشان ما ننساش إيه ثرق كلمة بايو سينفزز عن السينفز العادي السينفز العادي يعني إحنا بنتكلم على التصنيع في المعمل زي الأدوية اللي إحنا هناخدها في المنهج بتاعنا إزاي نقدر نصنع الدوة دوة لكن البايو سينفزز هو التصنيع جوه الجسم بتاعي فإزاي الجسم بيصنع الهستاميل علشان تتكلم على البيو سينسس بتاع الهيستامين تعالوا نرسم تاني الاستراكتشر بتاع الهيستامين احفظ معايا ايدي الحلقة بتاعة الاميدازول حلقة خماسية فيها اتنين ان مش جنبه بعض بعدها كربونتين وان اتشتو عايز تحضر الهيستامين ده بجوه الجس كل اللي عايزك تعمله تيجي جنب الكربونة بتاعة الان الالفضي وتحط مجموعة سيو اتش المركب دوت فيه كربونة عندها ان اتشتو عندها امين وعندها اسد انت بتكلمني على امينو اسد والامينو اسد اللي هو بيودي للهيستامين اللي بيحضر الهيستامين اصلا مسميه شبهه الهيستدين الهيستدين متسمي علشان هو تبع الهيستامين شبه الهيستامين فالهيستدين امينو اسد مش عايزك تحفظه هو نفسه الهيستامين بالزبط بس تزود عليه مجموعة الـ C و H معنى كده لو عايز تحضر الهيستامين هيشتغل عليه انزيم اسمه الهيستدين دي كربوكسيليز فيشيل بقى مجموعة الكاربوكسيلك دي علشان ينطلع لك الهستامين اللي انت عايزه محتاج الكو فاكتور هنا البيرودوكسالفوسفيد بس مش مهم الكو فاكتور فالهستيدين اللي يتحضر منه هو نفسه الهستامين بس زيادة عليه مجموعة C تاني حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم عليها هو الهستامين ريسبتور والهستامين له تلاتة ريسبتور جوا الجسم بتاعي اول ريسبتور اللي هو ال H1 دوت ده موجود تقريبا في كل الخلايا في الجسم ولما الهستامين بيمسك في الريسبتور بتاع ال H1 بيعمل allergic reaction بيعمل حساسية هو اللي بيعمل سخونية وبيعمل تورم وبيعمل فيفر وبيعمل حاجات مش عارف ايه كل الكلام دوت له علاقة بال H1 فالحساسية بتاعت الالرجي بتاعتي بتبقى جاية من الهستامين بيمسك في ال H1 ريسبتور اما ال H2 ريسبتور موجود بس في البريتال سل بريتال سل اللي هي الخلايا بتاعت الستومة الفكرة ان الهستامين لما بيمسك في ال H2 ريسبتور بيزود السيكريشن بتاع ال HCL الجاستريك سيكريشن وعلشان كده الهستامين لو مسك في ال H2 كتير بيزود ال HCL قوي ممكن يعمل لي ألصر فمن ضمن العلاجات بتاعت الالصر اللي هنتكلم عليها بعد كده في الجو اي تي هنتكلم على H2 بلوكر حاجة تقفل لي ال H2 ريسبتور ده خلص على ال H3 احنا لما نتكلم على أدوية زي عنوان المذكرة ونقول انتي هستامينك المفروض ان انتي هستامينك باللفز يعني بنقفل H1 H2 H3 وهكذا بس اصطلاحا لان الناس كلها متفقة من زمان ان الادوية بتاعت الانتي هستامينك دي تقفل H1 بس فانت لما تقول انتي هستامينك يعني بتتكلم على دوب يعالج الحساسية مش اي حاجة بتقفل الهستامين ريسبتور فانتي هستامينك باللفز هي حاجة بتعالج الالرجي الحاجات اللي بتقفل H2 هنقول عليها بعد كده H2 Antagonist لازم H2 Antagonist لكن انتي هستامينك عمتا كده يبقى انت بتتكلم على ال H1 بس واحنا بنتكلم على الستيريو كيمستري بتاعت الهستامين عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا اول ما نقول استيريو كيمستري لازم تفكر لي دايما هل المركب بتاعك فيه كايرال كاربون ولا لا ولو نفتكر مع بعض كلمة كايرال كاربون ديت يعني كاربونة عليها اربع مجموعات مختلفة اي كاربونة في الدنيا عندها اربع مجموعات مختلفة حنقول عليها كايرال كاربون والكايرال كاربون ايام الاورجانيك كنا بنسميها بطريقة معينة مش هنفش بتفاصيلها هنا لسه كنا بنرتب المجموعات بطريقة معينة ولو كانت مع عقارب الساعة هتبقى R لو كانت عكس عقارب الساعة هتبقى S اي مركب في الاورجانيك هيبقى فيه كايرال كاربون هيبقى مهم جدا تعرف هو بيشتغل لو كان بشكل ال R ولا بشكل ال S يعني الاستيريو عمتا لما نشوف كلمة R و S و S و Trans تبقى حاجات مهمة جدا في الكيميا بتاعتي عندي مشكلة ان الهيستامين مفهوش كايرال كاربون مفيش كاربونة في الهيستامين كله عندها اربع مجموعات مختلفة تعالوا نشوف مع بعض كل الكاربونات اللي في الحلقة ديت على داب البندو ما هو داب البندو يعني ربطتين زي بعض كاربونة ديت عندها 2H يعني مجموعاتين زي بعض دي عندها 2H يعني مجموعاتين زي بعض معنى كده اول كلمة مهمة جدا على الهيستامين ان الهيستامين دوت عبارة عن A كايرال كومبون أحد الحاجات المهمة في الـ MSQ هو A-Chiral Compound اللي لزق في بعضها هو مش A-Chiral آه هو كلام إنجليزي آه بس مهم تعرفوه A-Chiral اللي ما بينها مسافة كده في النص دي حرف تعريف A-Chiral Compound يعني معناها أنه هو فعلاً كيرل فيه كربونا عندها أربع مجبوعات مختلفة لكن A-Chiral اللي لزق فيه هدية معناها أنه هو مش كيرل فالهستامين هو A-Chiral Compound لأنه ما فيه كربونا كيرل يفترض أن أي مركب مش كيرل هو A-Chiral Compound مركب الـ Stereo بتاعته مش مهم الهستامين بقى حاجة مختلفة وعلشان كده احنا مهم نتكلم على الـ Stereo Chemistry بتاعت الهستامين اللي هي مهمة على الرغم أنه هو A-Chiral Compound ساعات في الامتحان لما يبقى الكلام كتابة بتقولك كلم على الـ Stereo Chemistry بتاعت الهستامين ساعات بيرسموا رسمة من الرسومات دي يقولك ده شكل الفرانس ولا شكل الجواش ولا شكل المشعارك انت المهم هنا وانت بتبصلي على الـ Structural ستركز لي على المجموعة بتاعت الاميدازول والمجموعة بتاعت الامين فالاميدازول والامين لما يكونوا مرسومين قصاب بعض كده يبقى انت بتتكلم على الترانس أو بتتكلم على الـ Ant لما يكون الاميدازول والامين دول مرسومين عكس بعض أما لو الاميدازول مرسومة بخط عادي والامين مرسومة كده بمثلث اللي هو بنقول عليه فوق المستوى معناها أن الرسمة دي هتح تبقى هواش فهنا المركب على الرغم من أنه هو مركب A-Chiral بس الـ Stereochemistry بتاعته مهمة ليه؟ لأن الترانس أو الـ Ant بيشتغل على عدد ريسيبتور أقل من الجواش الجواش هيبقى مور أكتب في الحالة دي طبعا كلام مش مهم نعرفه بس الترانس بيشتغل على الـ H1 ريسيبتور بس أما الجواش بيشتغل على الـ H1 وبيشتغل على الـ H2 فالـ Activity بتاعت الجواش أعلى شوية Selectivity بتاعت الترانس بتبقى أعلى شوية فانت لو عايز تعمل هذا ويشتغل على ريسيبتور الفوراني لازم تعرف انت هتعمله بأنه شكل فهنا عندك لما يكونوا الـ 2 المجموعة بتاعت الإنيدازول والأمين وعكس بعض واحدة شمال واحدة يمين والاثنين بخط عادي انت كده بتتكلم على الترانس أو الـ Ant أما لما واحدة بخط عادي والتانية فوق المستوى اللي هي بمسلس غامق دي طبعا للي مش فاكرين الشكل دوت معناها فوق المستوى والنقط أو الشرط معناها تحت المستوى فلما يكونوا الربطتين زي بعض خط عادي وخط عادي يبقى Trance أو Ant لما خط عادي وربطه فوق المستوى يبقى هذا الجواش والجواش هو الـ More Active فانا بنتكلم على الهستامين ان هو مركب A-Chiral وعلى الرغم ان هو A-Chiral الـ Stereochemistry بتاعته مهم تعالوا نشوف الكلام دوت في الورقة مكتوب ازاي اول حاجة احنا بنتكلم على الـ BioSynthesis بتاع الهستامين وقلنا ان فيه فرق ما بين كلمة الـ BioSynthesis والـ Synthesis العادي وفي الـ BioSynthesis بدأت المذاكرة من الهستامين نفسه تركزت على الـ N-T-L اللي هي عليها الـ H-Ch الـ N-Bross اللي ما عليها الـ H-Ch والـ N-Alpha اللي هي اهم حاجة في الموضوع اللي هتمسك في الريسبتور بعد كده الهستامين بيتحضر من أمينو أسد هستيدين والهستيدين مش هتذكر هو نفسه الهستامين بس عليه COH زيادة فعلشان تشيل COH محتاج انزيم ديكاربوكسيليز في الريسبتورز بتاعتي اتفقنا الـ H-1 ريسبتور ده اللي ما موجود في معظم الخلايا وده اللي مسؤول عن الـ Allergic Reaction وده اللي هنتكلم عليه في المذكرة دي H-2 ريسبتور ده ما موجود في البريتال سيل بتاعت الاستومك ومسؤول عن الـ Gastric Acid Secretion H-3 ريسبتور ده ما موجود في الـ CNS فمناش دعوة الكاركترز بتاعت الهستامين إن الهستامين ده فيسيولوجيكالي أكتف كومبونت ساعد بيقول عليه أوتوكويد اه طبعاً كلمة مش مهمة قوي في الكيميا لكن ايه قصة الأتوكويد دي؟ الأتوكويد هو أي حاجة فيسيولوجيكالي أكتف بس ما هياش هرمون ولا إنزيم ولا نيورو ترانسمتر الهرمونات كلنا عارفين الهرمونات الإنسوليني الجلوكاجوني بكلام ده الإنزيمات برضو معرف إنزيمات الكوحول ديهايدروجينيز الضهاية دي هيدروجينيز وبايروفيت مش عارف إيه فالإنزيمات دي كمان معروفة النيورو ترانسمتر زي الحاجات اللي بتشتغل في السي إني اس زي لانتو بتاخدوها في الفرما الأسيطايل كولين النور إبنفرين حاجات الليها أكشن في السي إني اس أي حاجة بقى لها اكتيفتي جوه الجسم ما هياش هرمون ولا إنزيم ولا نيورو ترانسمتر احنا بنقول عليها أوتوكويد من أشهر الأمثلة بتاعت الأتوكويد طبعاً الهستامين من الأمثلة التانية المشهورة جداً للأتوكويد البروستاجلاندين واليوكوتراينز برضو حاجات فسيولوجيكة لأكتف كمباوند بس ما هياش هرمون ولا إنزيم ولا نيورو ترانسمتر بعد ما الهستامين بيحصل له سينسز بيحصل له ستورتج بحاجة اسمها الماستسيل والبيزوفايل مهمة كلمة ماستسيل الحصة الجاية حنبقى نتكلم عليها تاني بيتكسر طبعاً بهستامينيز إنزيم من اسمه هستامينيز بيكسر الهستامين مهمة أو الحتة ديه الهستامين بتاعي هو بيزيك كومباوند فأي دوى أنت عايز تعمله شبه الهستامين يقف بسيطور الهستامين لازم يكون بيزيك كومباوند فهو بيزيك كومباوند موجود في الفيسيولوجيكال بي إتش على هيئة مونوكاكاين إن الأوفا أمينو دي بتاخد الإتشاية وبتمسك بإلكتروستاتيك انتر اكشن مع الريسيطور أكتف سايد وهو أي هستيري المفروض يبقى فيه هtesم مليكيول وعلى الرغم من هذه الاستيريو المهمة إي استيريو المفروض يبقى فيها هms بين اي هات alum أو Tudo لكن هms بين أنت المجموعة considering st�واجimento فالترانس أو الـanti في تجاهنا فيلوقحها interestingly الجوايش واحدة بخط عادي وواحدة بخط مستوى، الجوايش هو الهي theorem بهذا بالنسبة لِّراغيiers الأولية الكلام النظري اللي بيكون لا يإز Gavin يبدأní الكلام المهم بتاعنا من قليلNA ونحن نتكلم عن الانتيهيستاميني اتفقنا أن كلمة انتيهيستاميني يعني الأدوية التي تعالج الحساسية وطالما تتكلم عن الأدوية التي تعالج الحساسية يبقى أنت تتكلم عن H1 Antagonist أنت تقفل ال H1 وليس تقفل كل الهيستاميني أول كلمة مهمة جدا 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 يجب أن نضعها في دماغنا أن الميكانيزم كل ال H1 Antagonist كل ال H1 Antagonist نتكلم عن حوالي 20 structure في المذكرة الميكانيزم كل المركبات اللي في حصة النهاردة وجزء كبير من الحصة المرة الجاية هم competitive inhibitor للهيستامين على ال H1 receptor فالفكرة كلها أن أنا عندي الهيستامين بالشكل دو لو الهيستامين مسك فيه زي الرسمة الأولانية خلص في الفيديو بتاعنا لو الهيستامين مسك فيه سيعمل حساسية أنا بعمل دواب يقفل لي ال H1 receptor ف competitive inhibitor للهيستامين على ال H1 receptor ده الميكانيزم بتاع أي دوة من الأدوية اللي جاية النهاردة وتلتة ربع الحصة بتاعت المرة اللي جاية إن شاء الله فتاني أنا مش عاد أكتب الميكانيزم كل مرة فالميكانيزم سطر صوير كده في الورق بس مهم قوي لأن كل ال H1 Antagonist في الميكانيزم بتاعها competitive inhibitor للهيستامين على ال H1 receptor ال H1 Antagonist الميكانيزم بتقسم لحكتين بنتكلم على ال First Generation أو ال Classical Antihistaminic وبنتكلم على ال Second Generation أو بنسميها Non-Cedating Antihistaminic ما بين الاتنين دول سنعرف إن مفيش فرق في ال Reactivity يعني مش ال First Generation أو حشو وال Second Generation أحسن في الأكتيفتي بتاعتهم من الاتنين الأكتيفتي الضبعض ده ممكن كمان نقول إن الفرس جنريشن بيعالج الحساسية أحسن شوي مشكلة الفرس جنريشن الأساسية إن هو بيعمل Side Effect وأشهر Side Effect لل Anti-Histaminic إنه بيعمل Sedation بيعمل دوخة معلشان كده معظم الدكاترة لما بتكتب Anti-Histaminic بتكتب حباية قبل النوم لا تفعش تاخده الصبح ولا تفعش تاخده وانت سايق أو تاخده وانت بتزاكر أو بتشتغل وهكذا لأنه بيعمل Sedation فمشكلة الفرس جنريشن Activity عالية وكويصة بس له Side Effect كتير من ضمنها Sedation فالSecond Generation بقى أقل شوية في Side Effect Second Generation لأن هما حيبقوا مركبات بولر زي ما حنعرف المرة اللي جاية فمش بيعدوا Blood Brain Barrier مش بيعدوا للCNS فما بيعملوش Sedation أصلاً فالفرق الأساسي ما بين الفرس جنريشن والSecond Generation مش في الActivity لكن فيه Side Effect نبدأ الكلام بتاعنا بالفرس جنريشن لأن الفرس جنريشن هو الأهم وفي الفرس جنريشن هنبدأ الكلام بتاعنا بالSCR بتاعت الفرس جنريشن واتفقنا أن أول ما سمع كلمة SCR يبقى حكتب جنبها متحاق أكيد متحاق ده الأساس بتاع الكيميا ده الكلام المهم أصلاً في الكيميا هو السCR بتاعت المركبات بتاعتك وإحنا بنتكلم في السCR احفظ معي حيبقى عندنا زرة X حنسميها كونيك تنجأته والإكس ديت مسكة في مجموعتين أرايل A-R و A-R شرطة النحية الثانية حيبقى عندي كربونتين أو ثلاثة دي ساعة بتتكتب CH2 باي N سلسلة كربون وبعد كده N لازم يكون فيه N وبعدها R عادية أول سؤال فرق الأرات العادية عن A-R الأرات العادية دي كربونات عادية ألقايل عادي نيثايل إيثايل هروبيل سيكروهيكسان مش عارف ايه لكن الأرائيل ديت يعني أروماتيك يعني حاجات فيها حلقات بنزين فانت بتتكلم على 2 أرايل والإكس اللي هي الكونيكتنج أتم عندك سبيسر أو عندك مسافة اللي هي الكربونات اللي في النص جيه وعندك الن بعد كده اللي عندها كربونات عادية إحنا هنقسم الفرس جينيريشن لأكتر من كلاس وأساس التأسيمة بتاعت الكلاسات ديت هتبقى على حسب الإكس بتاعتك فالإكس ديت مرة هنشوفها أكسوجين مرة هنشوفها نايتروجين مرة هنشوفها كربون بترتيب كده الكلاسات اللي موجودة عندي ده اللي هنتكلم عليه بتفصيل النهاردة إن شاء الله بالاستركشورات بتاعته فبالنسبة للكونيكتنج أتم هي إما تكون O أو N أو C وانت بتتكلم بقى على السي آر عايزين نتكلم على ثلاث حاجات وعايزك تحفظ معي أول حاجة في السي آر هنتكلم على الضاي قرائل مجموعتين البنزين كده اللي على الجنب مجموعتين القرائل اللي موجودين على الجنب أول حاجة على الضاي قرائل هي essential activity essential ما فيهاش هزار لازم يكونوا موجودين لازم يكونوا اتنين قرائل اتنين حلقة بنزين مش واحدة بس والمفروض ان هما يبقوا non co-planner كلمة co-planner يعني في نفس المستوى أنا عايز حلقتين البنزين دول ما يبقوش في نفس المستوى ما يبقوش زي الورقة اللي انت مسكت إيدك دلوقتي ما يبقوك مستويين مختلفين واحدة عمودية على الثانية واحدة بزاوية 45 لكن المهم ان هما ما يبقوش co-planner لبعض فessential في نفس الوقت لازم يكونوا non co-planner النقطة التانية نقطة مهمة قوي علشان هنعتمد عليها في الاستركتشرات والنقطة التانية انا بفهمها ان اي تغيير في الاستركتشر عن حلقة البنزين بتزود الاكتيفتي هي الدكتورة لما بتشرح لي الكلام دوت بتقولي ان انا لو حطيت على حلقة البنزين ديت صبستيكيوشن اي صبستيكيوشن هنشوفه في الامثلة هالوجين وساعدها يبقى ميخايل اي صبستيكيوشن على حلقة البنزين بيزود الاكتيفتي بتاعتي ده مش بس كده لو بدلت حلقة البنزين بحلقة هتيرو ارايل حلقة هتيرو بس اروماتيك زي البايريدين مثلا برضو بتزود الاكتيفتي تاني انا فاهم الحتة دي ان اي تغيير عن البنزين عن حلقة البنزين العادية بيزود الاكتيفتي سواء هتحط صبستيكيوشن او هتحط حلقة هتيرو زي ما هنشوف الامثلة مع بعض فاول حاجة في الضي ارايل هم السنشي اللي لازم يكونوا موجودين والافضل يكونوا نانكو بلانر تاني حاجة ان حلقة الضي ارايل دول لو غيرت اي حاجة عن البنزين هتزود الاكتيفتي بتاعتها تالت حاجة بتقولي ان حلقتين البنزين دول ممكن يبقوا لنكت ببعض ممكن يبقوا متوصلين ببعض واساعتها المركر بتاعي هنسميه Er.....ёнهي STAT حسنتكلم على مسال مهم جدا الحصة اللي جاية اسمهブروميثازين فما تنسليش من اول النهاردة ان إستخد點 وهو مثال علىروميثازين فممكن نوصل حلقتين القرماتيج ببعض ونطلع الترميثازي molto attractive تالي على كده سيكون برواميثازين تاني حاجة عايزين ي gam يا اباق Şian ذي تقليم Laura hi-gd deciah ساعات الاسبيسر اسبيسر بالعربي زي مصطرة كده مسافة يعني مجرد حاجة بتقفل المسافة ما بين ال-X وال-N لو تفتكلوا المسافة بتاعت الريسبتور اللي احنا اتكلمنا عليها ما بين الاكتبسايت الاولاني والتاني انت عايز حاجة تغطيلك المسافة اللي في النص دي وعلشان المسافة دي تبقى قد الهستامين فاهم حاجة نعرفها ان الكربونتشين دي من كربونتين لتلات كربونات في معظم المركبات اللي عندنا تقريبا كل المركبات معده واحد بس هي عبار عن كربونتين ما هيش ثلاث كربونات فالكربونتشين بتاعتي اما من كربونتين ي اما ثلاث كربونات ومعظمهم هيبقوا كربونتين مش بس كده نقطة مهمة جدا اللي جاية دي المفروض أن الكربونتشين بتاعتك ديت اتي برانشنج في الكربونتشين هيقلل الاكتبسيت بتاعف recy ML اي تفرعات هتقلل الاكتبسيت بتاعتك معادة البروميثازين هي الوحيد 교عية والاغتيفوت المفروض ان اي برانشنج في الكربوني تشين بيقلل الاكتيفتي مع عدى البرومين تزين تالت حاجة حنتكلم عليها حنتكلم على الترمين الانين او اللي هو الامين الالفضية لازم الامين الالفضية تبقى بيزيك تفاقنا علشان تشتغل زي الهيستامين وتقفل ريسيبتور الهيستامين لازم تكون بيزيك فالبيكي ايه بتاعتها عايزها من 8.5 لعشرة المفروض تبقى حافظ الرقم ده فلازم الامين بتاعك او الترمين الان بتاعتك تبقى بيزيك الان بتاعتي ممكن تبقى سيمبل داي ميثايل امين يعني ان غلبانة كده عندها مجموعاتين ميثايل وخلاص فممكن تبقى ان عندها مجموعاتين ميثايل وممكن تبقى الان دخلة في حلقات هتيرو سواء خماسية او سوداسية بس الشرط تبقى الحلقة دي ستيوريتد علشان تبقى الان بتاعتك بيزيك خد بالك إن الحلقة دي لو أروماتيك هتلخبطني مع الرابط بتاعت الحلقات الأروماتيك فنعايز الإن دي لو دخلتها جوا حلقة تتيره تبقى الحلقة بتاعتك ساتيوريتر علشان تفضل الإن بيزي تعالوا نرجع بع بعض الكلام اللي احنا قلناه كده بسرعة كلمت في كتير بس الاسي ار دي هي اللي هنعتمد عليها بعد كده وإحنا بنتكلم في الاستركترات بتاعتنا فأول حاجة في الاسي ار اتكلمنا على الكنيكتنج أتوم أو أو إن أو سي وعلى أساسها هنقسم الاستركترات لازم الكنيكتنج أتوم ماسكى في مجموعتين قرائل حيبقوا السينشل للأكتيميتي والأفضل يبقوا نانكو بلانر كل ما بنغير في الأروماتيك في حلقة البنزين بتزود الأكتيميتي سواء عملت صبستيكيوشن أو حطت حلقة هتيرو أروماتيك ممكن حلقتين البنزين يبقوا لينكي دي يبقى تراي سايكلك أنت هستامنك ومثال عليه حيبقى البرومي كزين كربونيت شين اللي في المص من كربونتين لتلاتة وفي الغالب حيبقوا كربونتين البرانشنج دايما بيقلل الأكتيميتي مع عدد البرومي تزيد لأن الأخرينية عايزها تبقى بيزيك ممكن تبقى سيمبل داي ميثايل أمينو ممكن تبقى دخلها في حلقة هتيرو ما تقلبش الكلام دوت غير وانتا صامم الاسي آر علشان عليها حنعتمدكم ذكر بقية البزء بتاعنا فالكلام اللي احنا قلناه الميكانيزم بتاع كل المركبات الكمبيتاتف انهيبتور للهستامين على الاتش واحد اسمناهم لفيرست جينيريشن كلاسيكال وساكن جينيريشن نون سيديتف وقلنا الفرق الأساسي حيبقى في الصايد افك والكلام معظامه النهاردة وجزء من الحصة بتاعة المرة اللي جاية على الفيرست جينيريشن انتيهستامين السي ار كتبنا جنبها امتحان لأنها حاجة مهمة أو السي ار أو الفارماكوفور المجموعات المهمة في المركب بتاعي فالكونيكتينجاتهم اتكلمنا عليها الدياريل الاسسينشيل واي تغيير بزود الاكتيفتي ممكن يبقى لينكت بتراي سايكلك الكربونيتشين من اثنين لثلاث كربونات غالبا كربونتين والبرانشينج هيقلل الاكتيفتي مع هذا كذا الترمنال امين عايزها بيزيك ممكن تبقى سيمبل داي ميثايل أو دخلة في هتيرو سايكلي ده كده بالنسبة للسي ار وده بداية الكلام بتاعي تعالوا بقى نتكلم على الكلاسات بتاعة الفيرست جنريشان انتي هستامينيك والفيرست جنريشان انتي هستامينيك هيبقى فيها خمس كلاسات ومهم جدا تذكرها لي بالعنوان بتاعي العنوان هنا هنسميه الكيميكال كلاس وكلمة كيميكال كلاس يعني التأسيم الكينيا بتاعة المركب داو واول كلاس عندنا هتبقى الـ x بتاعي الـ connectiatهم بتاعتي عبارة عن اكسوجين وحاجة ぉحيكي المتحى دي كده عليك جمعة هتبقى اكسوجين وما الـ X بتاعتها هتبقى اكسوجين اسمها الـ aminoo alkyl ether أو الاثنولامين ثريفيت مهم او الاسمين دول انت هم ما تذكرهم يبقى قصة الـ aminoo alkyl ether أو الاثنولامين ركز معاك الـ x بتاعتي انا عريزها اكسوجين الـ oxوجين دي هتبقى مسكة في الكاربوني تشين اللي اتفقنا أنها غالباً ستبقى عبارة عن كربون T بعدها الـ N البيزيك اللي بيبقى عندها الـ R والـ R هو نفس الـ General Structure بالضبط بالصغيرة الـ X وحطيت مكانها الأكسوجين عندي مشكلة في الأكسوجين دي الأكسوجين لو جربت تحط عليها مجموعتين الأرايل ساعتها الأكسوجين بتاعتك دي هيبقى عندها تلات روابط وده ما ينفعش في الكيميا الأكسوجين آخرها ربطتين ما ينفعش بقى عندها تلات روابط فالحل علشان الأكسوجين دي تعرف تشيل الزرات بتاعت الكربون بتاعت تشيل الزرات بتاعت الأرايل لازم نزود جنب الأكسوجين دي كربون اللي هنخط عليها مجموعتين الأرايل بتوعي فالقصة في الموضوع إن الـ X بتاعت الجروب دي هتبقى O جنبها كربونة يعني لو هنكتبها بالترتيب كده هي عبارة عن كربونة جنبها O فالكونيكتينج أتم في الحالة دي كربونة جنبها O والكربونة دي هتبقى عندها R شرطتين ممكن تبقيتش وممكن تبقى كربونات فهي عبارة عن كربونة جنبها O هنا الـ X ما هيش زرة واحدة والفكرة في الكربونة ديت أنا فاهمة على إنها شيئات مجرد شيئال علشان يشيل مجموعات الأروماتيك علشان نعرف نحط مجموعات الأروماتيك لكن فعليا الـ Connecting جئاتهم كانت أكسوجين بس واضطرية تزود الكربونة علشان نحط مجموعات الأروماتيك فأول حاجة أنا عملتها إن أنا حطيت بدل الـ X وأكسوجين ودي الكربونتين اللي سبيسر بتوعي والـ N البيزيك اللي عندها الألقايل العادية عشان تحط الأروماتيك زودت الكربونة الزيادة دي حطيت عليها الـ 2 أروماتيك وممكن يبقى فيه R شرطتين سواء إتش عادية أو كربونات الكلاس ديت بتتسمى الأمينو ألقايل إيثر جاية من كلمة أمينو ألقايل إيثر دي كلمة إيثر في الكيميا يعني قومة بين كربونتين فالأول للتحت دي قومة بين كربونتين بنسميها مجموعة إيثر والإيثر دوت قبله مجموعة ألقايل قبله كربونات فدي الألقايل والألقايل قبلها أمينو يبقى إحنا بنتكلم على أمينو ألقايل إيثر بترتيب الـ Structure بتاعيك طب إيه كلمة إيثانولة مين ديت؟ إيثانولة مين هو الأصل بتاع المركب ده مركب دوت لو إحنا بنتكلم في بعض أنواع الـ Preparation اللي هنقولها بنكسر الربطة اللي في النص دي والأوب يبقى عندها إتشاية لو أنت الأوب بتاعتك كان عندها إتشاية ده الأصل بتاع المركب بتاعك الأوب بتاعتك لو كان عندها إتشاية يبقى أنت بتتكلم في ألقايل من كربونتين اللي هو الإيثانول وجنبه إن علشان كده بيتسمى إيثانول أمين تتاني كلمة إيثانولة مين وهو أصل الكلص بتاعتي وكلمة أمينو ألقايل إيثر هو المجموعة المهمة في الكلص بتاعتي اللي هو الجزء اللي في النص في المركب ده واللي أهم من كده ومن كده أن أنت وانت بتذكر لي العنوان بتاعك تبقى عرفت أنه في الأمينو ألقايل إيثر الإكس بتاعتك هتبقى عبارة عن أكسوجين وجنبها كربون اللي هو الشيال بتاعه طب عايزين بقى نتكلمه على الـ Structuralات وبداية الحفظ بتاعك ومعليش بقى الحصة بتاعتي النهاردة فيها حفظ كتير بس لازم يتذكر والحفظ دوت هيبقى سهل لو انت خدته بالترتيب أول مركب عندي من الكلاس ديت هيبقى اسمه الـ Di-Fin-Hydramine احفظ معايا وأنا بحفظ الـ Di-Fin-Hydramine دوت أنا بحفظه على الـ General Structure بمعنى General Structure بتاعي كان عندي O جنبها كربونتين والكربونتين دول بعدهم الـ N بتاعتي الـ N الترمينات ولأن القو ما ينفعش تشيل الأروماتيك فأنا زودت جنبها كربونة أبسطهم تبقى الكربونة ديت كربونة عادية المركب ده اسمه Di-Fin يعني الكربونة الشيالة دي عندها أقل أنواع الأروماتيك أبسط أنواع الأروماتيك حلقتين البنزين فعندك حلقة بنزين اللي هي الفينايل وكمان حلقة بنزين اللي هي الفينايل فأبسط الأرائل اللي هي حلقات بنزين أبسط الألكيل أبسط الأرات عبارة عن مجموعة CH-S3 فكل اللي أنا فكره على الـ Di-Fin هايدرامين وركز لأن أنا عليها أخفص بقية المركبات كل اللي أنا عارفه على الـ Di-Fin هايدرامين هو تبع الـ General Structure دوت إن الإكس بتاعتك هو جنبها كربونة اللي هي الشيالة الأروماتيك أصغر أروماتيك موجودة اللي هي الفينايل والألكايل أصغر ألكايل موجودة اللي هي الإيطايل مركب دوت التسمية بتاعته مش مهمة أوي كتسمية بس الدكتورة ممكن تبيبهولك في الامتحان وتقولك المركب دع برعا يعني مش هتقولك اكتب انت الكيميكا الميم اللي في الورق لكن هتقولك الكيميكا الميم ده بتاع مين فأهم حاجة تعرفها لي وانت بتذكر الكيميكا الميم الـ Beyront الإيثان أمين أول ما تشوف الـ Beyront بتاعك إيثان أمين اللي هي الجزء ده فالإيثان أمين اللي هم الكربونتين مع الـ N يبقى انت بتتكلم على الـ Di-Fin هايدرامين أو حاجة شبه طبعا بقيت بقى الميمين بتاعك الـ N عندها مبموعة ميثايل في هنا ميثوكسي اللي هي ميثايل أكسي وفي قبلها Di-Fin N للناس اللي ذاكت حصة تسميات لكن الاهم من كده انت وانت بتذاكر الـ Di-Fin هايدرامين تبقى عارف ان الـ Beyront بتاعه حيبقى عبارة عن الإيثان أمين وانت بتتكلم على الـ Di-Fin هايدرامين الـ Preparation بتاعه حيبقى مهم والـ Preparation بتاعه عشان نعمله هنكسر الرابطة ما بين الأكسوجين والكربون يعني ايه هنكسر الرابطة ما بين الأكسوجين والكربون هنتكلم كمان دقيقة الـ Di-Fin هايدرامين اليوزيس اللي حقولها دي تمشي على كل الـ First Generation احنا اتفقنا ان الـ First Generation مشكلتها الوحيدة ان هي لها Side Effect عالية و Side Effect يعني تأثير جانبي مش لازم يكون تأثير ضار مش هارمو في الـ Effect لكن Side Effect حاجة غير الأساس هو ايه الأساس انها انت هستمين الاساس بتاعهن هي بتعالج الحساسية كل بقى الـ First Generation مع انها كمان بتعالج الحساسية ده بتعمل Sedation اتفقنا انها بتدوخ بتعمل Anti-Colinergic Effect و Anti-Colinergic Effect ده زي الأتروبين أشهر حاجة بيبان عليهم هو بيعمل نشافان في الريق بيخلي الزوري كده ماكوش مية فبيعمل نشافان في الريق ده كده الـ Anti-Colinergic Effect لو بعض الـ Effect كأنتي إمتك بيعالج الترجيع وده هنعمل منه دواء كمان شوية ولو بعض الـ Effect كأنتي تصف مهدق للسعاد فارجع اقول تاني الناس وهي بتذاكر تقولي الله طبه الـ Anti-Amitic و Anti-Tosif ده مش حاجة وحشة ارجع اقول لك كلمة Side-Effect مش معناها تأثير ضار مش معناها حاجة وحشة Side-Effect يعني تأثير جانبي Side-Effect فهنا الاساس ان هو Anti-Histaminic بس معاها اربعة Side-Effect Sedative Anti-Colinergic Anti-Amitic و Anti-Tosif ده كده كل First generation يمشي عليهم الكلام دوت مش الـ Di-Fenhydramine بس طب احنا اتكلمنا على الـ Di-Fenhydramine على الـ Structure حفظنا ان هو أبسط Structure وأبسط Structure هنا ان في مجموعتين Phenyl ومجموعتين Methyl كميكالنيم الـ Beyront بتاعه حيبقى الـ Ethan Amine وقلنا في الـ Uses ان هو له Side-Effect زي اللي اربعة اللي احنا قلناها طب لو عايز تتكلم بقى على الـ Preparation بتاع الـ Di-Fenhydramine عايزين نركز مع بعض في حاجة في الـ Preparation Preparation كتير في الكيميا يعني في مركبات كذا مركب حنتكلم على التحضير بتاعه انا مش منطقي ان انا اعدى احفظ الـ Structure بتاعي ان انا كده كده مضطر احفظ الـ Structure للمتحان وبعد ما احفظ الـ Structure اعدى احفظ الـ Structure بتاع الـ Preparation انه كأن انا بحفظ عشر مركبات زيادة في كل حصة ضيفين هايدرامين اللي انا حفظته قادي الـ X Connecting Atom جنبها الكربونة الشيالة جنبها الكربونتين والـ N الـ Basic اصغر حاجة مجموعتين نيثايل ومجموعتين فينال عايز تحضر المركب ده حقول لك اكسر زي ما نعمل في الورق كده ما بين الكربونة والـ O دايما لما بتيجي تكسر ما بين الكربونة وزرة تانية زي الـ O او النايتروجين دايما لما بتكسر ما بين الكربونة وزرة تانية عايزك تحطيلي على الكربونة هالوجين اللي هو في الحالة دي مثلا هيبقى بي آر علشان يتزيي الورق والـ O هنا هتاخد ه يعني ايه حكسر وحط على الكربونة بي آر وحط على الـ O يعني انت لو عايز تكتب المركب دوما تشمذاكر هقول لك في الامتحان اكتب كربونة عندها حلقتين بنزين وعندها مجموعة بي آر وعايز تفاعل المركب دو مع الـ O-H C-H2 C-H2 إن عندها مثل وميثايل وفي التفاعل دو كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنشيل H من هنا مع الـ B-R من هنا ونوصلوهم ببعض ايه عم الكلام دا انت حافظ الـ Structure'ات علشان انت فاهم الحاجات دي علشان انت عارف الحاجات دي لأ انا مش حافظ حاجة انا كل اللي عملته ان انا جبت الـ Structure'ات وكسرت لأكتر ولا أهل من كده فانت ذاكر لي الـ Structure'ات وعرف انت بتكسر منين فساعتها ستبقى عارف التحضير بتاعك جيد منين فانا مجرد من الـ Structure'ات كسرت ما بين الـ Carbon و الـ O-L اللي جنبها Carbon بتاخد B-R و الـ O بتاخد H-Y عايز تماشي الكلام بقى زي الورق بالزبط الـ Carbon اللي عندها الـ B-R فيها خطوة زيادة قبلها حدق من حلقة البنزين اللي عندها C-H2 كمان حلقة بنزين يعني في الخطوة دي احنا بنحط B-R2 فالـ B-R2 في التفاعل دو بيشيل الـ H هنا اللي في النص لما بين حلقتين البنزين ويدخل مكانها الـ B-R وبعد كده بنشيل الـ B-R مع H فدي خطوة زيادة دي هتت تذاكر بس ان انا زاكر Structure'ات مزاكر ثلاث مركبات فاللحصل ان انا حافظ Structure'ات عرفت هكسره منين دي بتاخد B-R دي بتاخد H عرفت ترسم المركبين بتوعك افتكرت ان B-RD بتيجي من C-H2 وبشيل H وبحط B-R يبقى تنخيرك ما افتكرت اوه داي كده انت جبت نص الـ Preparation بتاعك فتاني عايزك على قد ما تقدر دايما في الكيميا وانت بتذاكر Preparation حاول تطلعه من Structure'ات اول مركب اتكلمنا عليه كان D-Dyphine Hydramine تاني مركب هنتكلم عليه اسمه Bromo D-Dyphine Hydramine والbromo D-Dyphine Hydramine مفهوش اي حاجة لو انت فهمت الكلام اللي شرحت بمعنى Bromo D-Dyphine Hydramine هو عبارة عن D-Dyphine Hydramine عايز ترسم لي عن D-Dyphine Hydramine انا دايما ببدأ من Connecting اخر ادي ال-O اللي بعدها Carbon وبعدها ال-N ال-Basic بتاعك وال-O ما تقدرش تشيل الاروماتيك فبنحط لها الكربون الشيالة بتاعك D-Dyphine Hydramine كان ابسط Structure فال-N كان عندها مجموعة نيصايل ومجموعة نيصايل والكربون كان عندها أبسط حلقة أبسط أروماتيك فحلقة بنزين وحلقة بنزين المركب من اسمه بقى بروم وضيف هيدرامين يعني الفرق الوحيد انه في واحدة من حلقات البنزين عندها بيرانت في التسمية حيبقى البرانت نفس الإيثان أمين بس سعتبق أربعة بروم في نايل بدل ما كانوا الاثنين في نايل ونفس الكلام بس برز إيه بقى فايدة البر تفقنا انها بتزود الاثنين تفقنا اي سبستيتيوشن على حلقة البنزين أو لو حولتها الهتيل والأكتيوتي بتزيد فالمركب رقم اثنين هيبقى مور أكتف عن المركب رقم واحد البرومو ضيف هيدرامين مور أكتف عن ضيف هيدرامين بسبب الصبستيتيوشن اللي موجود عايز تتكلم في التحضير بقى ده اللي أنا بقول لكم عليه مشكلة الانلاين الكلام ده وكا دكتورة دايما بتلغيل بريباريشن بتاع البرومو ضيف هيدرامين المرة مفيش حد بيعترض مفيش طلبة قاعدة في المحاضرة بتقول لا كفاية ده كده كتير ده كده مش عارك ايه فكل الكلام ده بقى علي للاسف المهم التحضير ما هوش صعب قوي انا هكسر ما بين O كربونة بس عايزك تاخد بلك ان انا هنا بكسر ما بين O والكربونة بتاعة الاسبيسر مش الO ما بين الكربونة وحلقة البنزين عكس الكلام بتاعة ضيف هيدرامين ففي ضيف هيدرامين كنت بكسر ما بين O والكربونة لنحية حلقة البنزين لا هنا هنكسر ما بين O والكربونة بتاعة الاسبيسر بتاعي خدت بلك منها بقيت الكلام ساب ما هي الO ديت بتاخد H والكربونة هي اللي بتاخد الهالوجين بتاعي والهالوجين علشان نبقى زي الورقة حيبقى C طبعا ده لو كتبته في الامتحان هيبقى كتبته بي آر هيبقى صح عادي سأنا بشرح لكم علشان ازاي الورق الزب هنا بنكسر الربطة ما بين O والكربونة فالO بتاخد H والكربونة اللي بتاخد C تعالوا نجرب مع بعض كده نشوف البروما ده هيحصل ازاي فاحنا بنتكلم تاني على البرومو ضيف هيدرامين لو هنرسم الستركتشر كده بسرعة لو حد بيأخد بلونا ما بعرف ارسم الستركتشر حفظ فهو O جنبها الكربونتين بعدها ال N اللي عندها مجموعتين الميثايل العاديين الاكسوجين مش قادرة تشيل الأريل فبنحط لها شيال حلقة بنزين منهم عندها بيأر وحلقة البنزين التانية مجموعة فيناية العادية في التحضير بتاع المركب دوت انا فاكر ان انا بكسر ما بين O والكربونا بتاعت الاسبيسر O بتاخد H والكربونا بتاخد color معنى الكلام لو انت بترسم الستركتشر بتاعك هنفاعل CL CH2 CH2 N عندها ميثايل وميثايل يا عم انت بتحفظ انت بتنقل الكلام من الورقة انا بنقلش حاجة هو نفس الستركتشر بتاع انا برسم نفس الستركتشر زائد كربونا عندها مجموعة OH وحلقة بنزين فيها PR مع حلقة بنزين عادية وانا في التفاعل ده بشيل الHD مع CL بوصلهم ببقى تقول اللي انا عملت ان انا كسرت الستركتشر بتاعي برضو عامل بقى زي اللي قبل التفاعل ده في خطوة زياد بس الخطوة ده هتبقى مهم شوية ان احنا نشرح في التفاعل ده علشان نقدر نخضر المركب اللي على الشمال اللي فيه حلقتين البنزين ده بنستخدم حاجة اسمها الجريجنور دري ايجنت في الجريجنور دري ايجنت هنا احنا بنبدأ بحلقة البنزين اللي عندها الBR وعندها مجموعة الداي وهنفاعل المركب ده مع كمان حلقة بنزين بس حلقة بنزين عندها MGBR اي مركب عليه MGBR ده اللي احنا بنسميه جريجنور دري ايجنت فكرة الجريجنور دري ايجنت البساطة ان المغنيسيوم دي بتبقى موجب فالكربون اللي جنبها بتبقى سالي فاي كربون جنب المغنيسيوم بتروح تهاجم مجموعة الكربوني للسيدة بالبندق وتفك الربط على الو تبقى فكرة دي حنقولها مرة النهاردة وحنقولها مرة المرة الجاية ان شاء الله برضو في الان تهيستمن فالجريجنور دري ايجنت بتاعي السالب بتاعه الحلقة بتاعت البنزين بتروح تهاجم الكربون وتفك الربط على الو تبقى الو تبقى كربون عندها الو ه اللي هي الجزء دو اللي علي يمين ده وحلقتين بنزين طب انت عايز ترجع خطوة زي ما احنا بنتعلم كده مع بعض عايز من المركب ترجع خطوة تعمل اي حقولك اكسر لدي لو كسرت لي الرابط دي حلقة البنزين اللي الو حط عليها mjbr الحلقة التانية اللي عندها lbr ch och h دي حول المجموعة aldehyde ch dh dh يعني اللي جنبها وبتاخد h y و k c l فاعلهم مع بعض شيل h c l هتوصل للي انت عايز المركب اللي في حلقتين بنزين ده في خطوة بدري شوية بتاعت gregner dh 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 بنكسر الربطة هنا الحلقة بتاخد mjbr اللي بتطلع في التفاعل وال k اصلها قل ضهاي فالسالب بتاع الحلقة بتمسك في الكربون وتفك الرابط على o تبقى او اتش ده كده بالنسبة التاني مركب عندنا اللي هو البرومو ضايفين هايدرامين واتفقنا ان البرومو ضايفين هايدرامين هو حاجة مور اكتف علشان مجموعة البي ار في التحضير بنكسر الرابطة دي تلقو بتاخد اتشاية والكربون بتاخد البنزين العادية بس المرادة هيبقى معها المجي دي ار اللي بيطلع في التفاعة فده كده بالنسبة للبرومو ضايفين هايدرامين كلمت على البرومو ضايفين هايدرامين تعالوا نتكلم على الضاي من هايدرامين والاسم دوت مهم واول مشكلة في انه بيلقبط دايما الضاي من هايدرامين هايدرامين كان المركب الاولاني خالص ضايفين هايدرامين عبارة عن سلط والسلط دوت ما بين الضاي فين هايدرامين هو اول مركب احنا شرحناه مع بعض بس المرة مع التمانية كلورو في عايزين نركز مع بعض في حاجة كل المركبات بتاعت الكيميا حيبق فيها سلط هنطنشها يعني حاجة H-C-L حاجة ماريت مليت ساكسيني كل الكلام دوت نلوش اي لازمة الا لو السلط بيدي فايدة بيدي تأثير مختلف حنضطر نذاكر السلط ده وقض اشهر مثال على ان السلط ساعت بيبقى مهم هو الـ قصة الـ نفس ضايفين هايدرامين علشان اللي مش متخيل ازاي دا ضايفين هايدرامين كاربونتشين اللي سبيسر كاربونتين ودي الـ البيزيك عندها ميصايل وميصايل فده كده الضايفين هايدرامين بالضبط كل الفرق بقى ان انا عملت له صوته مع التمانية كلورو صيفين حلقة سوداسية فيها 2N وحلقة خماسية فيها 2N وللناس لذكر الانتي فيرال ده اصلا حلقة بيورين يا زي بتاعة الـ بيزيس كده بالضبط بس البيورين ده تلئن عندها ميصايل وميصايل وده بالبندق الشكل ده كده اللي على اليمين ده كله اسمه الثايوفين الثايوفين بقى لما بتحط عليه كلور بيبقى اسمه 8 كلورو صيفين وللناس اللي فاكر الترقيم كنا بنبدأ من الان اللي فرقة هي دايما الكربون اللي على الجنب هتبقى رقم 8 التمانية كلورو صيفين بقى الميزة بتاعت او الاهمية بتاعت ان لما بيعمل صلط مع الضايوفين هيدرامين بيغير الاستخدام خالص المركب ده ما بيستخدم كأنت هستامينيك مركب ده بيستخدم بس كأنت امتك الفكرة ان المركب ده بيستخدم علشان يعالج النوزية بتاعة الموشن سيكنس اللي هو ضوار الحركة او ضوار البحر الناس اللي بتركب مواصلات كتير فبتدوخ وبيعالج كمان النوزية بتاعت البريغنانسي كل الستات الحوامل عايزين يرجع ويشم اي حاجة سخنة حاجة بردة حاجة مش عارف اي بقى عايز يرجع على طول فعلشان تعالج النوزية ديت محتاج انتي امتك مخصوص اللي هو هنا الضايمين هايدرينيت فالضايمين هايدرينيت دوت عبارة عن حاجة بتعالج الانيسس بتعالج النوزية مالهاش علاقة بالانتي يستملك يعني لو جات لك الدكتورة في الامتحان وقالت لك الضايمين هايدرينيت ده فيه ضايف هايدرامين معنى كده انتي يستملك غلط ومش بيعالج الحساسية إلا حطه هنا علشان شبه الاسترات لكن فعليا هو مالوش علاقة بالحساسية هو انتي امتك بس او بيستخدم في علاج النوزية بس لسه بنتكلم في الكلاس الاولانية بتاعت الامين والك الاثر وعايزين نتكلم في المركب رقم 4 اسمه دوكسايل امين دوكسايل امين دكترا شطبيته في المحاضرة يعني المفروض ما يتذكر الظريف في الموضوع انها بتشتوبه بس بتجيبه في الامتحان اقول لك هي بتجيبه في الامتحان الزريف اسمه المفروض مش علي الدوكسايل امين دوت هو عبارة عن امين الكايل اثر يعني ثاني هنبدأ بالاكسوجين بتاعتي اللي هي الكنيكتينج اتم هيبقى بعدها كربونتين عاديين هنتكلم على الان اللي عندها مجموعتين الميثايل هو نفس الكلام اللي احنا قلناه الناحية التانية هيبقى عندك كربونة الشيالة مع مجموعتين الاروماتيك كل اللي هيحصل في الدوكسايل امين ان مجموعتين الاروماتيك هتبقى واحدة حلقة بنزين عادية والتانية هتبقى حلقة بيريدين الحلقة بتاعتك حلقة سوداسية فيها الاروماتيك فالدوكسايل امين عامل زي الضيف هيدرامين بالظبط لكن كل الزيادة يوجد حلقة بيريدين هنا واتفقنا ان اي بيريدين يزود الاكتيف طبعا لو تتكلم بالتفصيل والاستركشور مش مهم فعلشين كده اللي بيحصل بقى في الامتحان الستركتشر مش مش عليا فمش حتسألك على اسم الدوكسايل امين لكن الدكتورة بترسم المركب ده وتسألك هو مور اكتف ولا ليس اكتف عن الضيف هيدرامين فده هيبقى مور اكتف اعتمادا على اين في حلقة تتير فان اي تغيير عن الاروماتيك العادية بتزود الاكتيف تاني حاجة مهمة في المركب دوت ان الكنيكتنج اتم هنا الاسم بتاعتك بقت سي او مش سي اتش او الكربون هنا ما عندهاش اتشاد بسبب مجموعة الميثايل دي فالكنيكتنج اتم هنا هتبقى عبارة عن سي او مش سي اتش او فده الحاجات اللي ممكن تجيلي على الدكسايل امين مع ان هو مش عليا في المادة ركز بقى في الدكسايل الانين دوت ان احنا كل اللي عملنا زودت مجموعة الميثايل اللي ملهاش لازمة وحطيت حلقة البيريدين دي عليها هنتكلم على المركب رقم 5 ده المركب رقم 5 ده عليا في المنهج ومركب مهم اسمه الكربينوكسامين تعالوا نشوف الكربينوكسامين ده ايه فرق عن اللي فات او ايه فرق عن الاولين كربينوكسامين وانا بتكلم في الرسمة بتاعت وماشي الكلام اللي في الورق ده مجرد structure لكن انا لو عايز احفظه معاك هو عبارة عن O الكنيكتنج اكتن وادي الاسبيسر بتاعت الكربون T وادي الان والحد دلوقت احنا بنتكلم على ان الان فيها سيمبل ضيمي طيب الناحية التانية الو لازم يبقى معها كان الضايفن هيدرامين حط على حلقة بنزين من الاتنين دول ان يبقى المركب رقم 4 اللي قلنا عليه مش في المنهج بتاعنا زود على الحلقة التانية كلور باسمه الكربينوكسامين فتاني الكربينوكسامين مركب مور اكتف كمان عن 4 طبعا مور اكتف عن 1 اللي هو الضايفن هيدرامين ومور اكتف عن 4 ايه سبب انه اكتر في الاتيوبيتي عن 4 مع ان هو في مجموعة البيريدين حيبق عشان الكلور الزيادة فاي صبستيكوشن على حلقة البنزين بيزود الاتيوبيتي بتاعتك وتاني لو بتتكلم في فر احنا شلنا الميطايل وحطيت الكلور الميطايل اصلا ملاش اي لازمة غير ان الـ x في الحلقة دي رجعت cho ماشي ده كلام مش مهم اوض لكن المهم ان الكاربينوكسامين مور اكتف عن الدوكسايل الامين اللي فات ومور اكتف طبعا عن الضي في مهيدرامين علشان التعديلين اللي موجود كل الكلام دوت احنا كنا بنعدل في الحتة بتاعت الاروماتيك لكن سيبنا الان بتاعتك البيزيك ديت على هيئة ضي ميطايل اما لو غيرت في الان البيزيك بتاعتك حطيتها جوه حلقة هتيرو تبقى انت بتتكلم على مركب مهم قوي اسمه الكلام كليماستين من الحاجات اللي بتتكرر كتير في الامتحات تاني فيوماريت بالسلط بتاعه ماينزمناش اصلا في اي حاجة كليماستين لو انا بتكلم في الستركتشر بتاعه تاني انا كل اللي ببدأ بيه هنا هي الاول كونيكتنج اتون بتاعتي مع الكربونتين الكربونتش الفرق الاولاني هنا في الكليماستين ان الان بتاعتك هتخش جوه حلقة خماسية فيها ان ان بتاعتي هتخش جوه حلقة خماسية فيها ان وطبعا الحلقة دي هيبقى عليها مجموعة CH3 من فوق الناحية التانية لو انت بتتكلم على الكونيكتنج اتون هيبقى الو بعضها كربونة عندها مجموعة ميصايل اللي ملهاش اي لازمة دي وحلقات البنزين واحدة حلقة بنزين عندها كلور ما هو اسمه كلي كليماستين دي جاي من الكولور والتانية حلقة بنزين عادية فالمركب دوت مور اكتب عن العادية علشان السبستيتيوشن اللي موجود كليماستين هو الوحيد من اول كلاس ديت اللي غيرت في الناحية بتاع الاروماتيك وغيرت في الناحية بتاع البيزيك أمين في الاروماتيك الان بتاعتك الكس بتاعتك الكنيكتين جاءتهم بتاعتك بقت سي او ما عندهاش اتشايع لشان السبستيتيوشن اللي موجود الحلقة بتاعت البنزين بقى عندها كلور من اللي بتزود الاكتيبيتي لكن اللي مهم هنا ان الان دخلتها جوا حلقة يتيره واتفقنا لازم تبقى حلقة يتيره ساتيوريتا أحد الحاجات المهمة جدا 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 على المركب ده إن المركب دوت فيه الكاربونيتشين عبارة عن 3 كاربونات ما اتفقنا في الجنرال استراكتشور الـ CH2 by N اللي هي الكاربونيتشين اللي في النص ما بين الـ Connecting Atom والـ Basic N لو جيت عد المسافة هنا بتتكلم في 1 في 2 في 3 بقى 3 كاربونات مش كاربونتين تقريبا هو المركب الوحيد اللي عندنا في الجزء دوت هو اللي فيه الـ Connecting Atom بتاعة هو اللي فيه الـ Spacer أو الكاربونيتشين 3 كاربونات فالكليماستين هو الوحيد من الكلاص الأولانية على الأقل اللي هي الأمينوالكايل إيثر اللي فيه الكاربونيتشين 3 كاربونات تاني حاجة مهمة جدا في الكليماستين دوت عندي زرتين كايرل واتفقنا أن كلمة كايرل يعني عندها أربع مجموعات مختلفة فلو جاءنا نتكلم على الكاربونال اللي على الشمال دي عندها ميسايل عندها أكسوجين حلقة بنزين فاضية وحلقة بنزين عندها كلور ودبالك منقول أربع مجموعات مختلفة فالبنزين مختلف عن البنزين اللي عليك كلور عن الميسايل عن الأوب الكاربونالكايرة اللي التانية هي الكاربونالي جوه الحلقة دي جي كاربونال عندها إن وعندها سي إيتش تو بره الحلقة وعندها سي إيتش تو جوه الحلقة اللي جوه الحلقة مختلفة عن اللي بره وعندها إيتش اللي هي الربطة الرابعة اللي مش مرسولة فعندي زرتين كيرل والمركب ده علشان يشتغل لازم يكونوا الزرتين الكيرل دول بشكل R اتفقنا إن الكربونات الكيرل بتتسمى يا إما R يا إما S مش هنخش في تفاصيل لأنها مش هترسمهم في الامتحان بفوق المستوى تحت المستوى بس مهمة تبقى عارف إن الكليمستين مركب علشان يبقى أكتب لازم المركب ده تبقى بشكل R و R فالزرتين الكيرل بتوعه مش هيشتغلوا غير لما يكون R و R والمركب ده تلونج ديوريشن أوف أكشن والمركب ده تلونج دوت الكاربونيتشين بتاعته هتبقى 3 كاربونات لو بتتكلم على التسمية تفقنا إن البيرنت مهم والبيرنت بتاع الحلقة دي اسمه البيرولي دي تاني بقى لو هنرجع للتسميات حلقة البيرول هي الحلقة الخماسية اللي فيها N حلقة دي كان اسمها بيرول حلقة البيرول حلقة خماسية فيها N و 2 ضبل بوند لو شلت ضبل بوند من البيرول فانت هتزود N يبقى اسمها بيرولين لو شلت كمان ده بالبوند من البيرول يعني بقت ساتيوريتت خالص فهيبقى اسمها بيروليدين فالبيرنت بتاع التسمية ديت هيبقى فيه بيروليدين ودوت حاجة مهمة زي ما اتفقنا الدكتورة تجيبلك الاسم في الامتحان وتقولك ده بتاع ايه؟ فمركب البيروليدين دوت أو المركب اللي أخره بيروليدين يبقى انت بتتكلم على الكلمة ستين في ومرين كده احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي هو الأول كلاس من الفيرست جنريشن احنا حبينا نرجع مع بعض على الكلام اللي احنا قلناه احنا اتفقنا ان احنا عندنا الأو بيبقى جنبها في الغالب كاربونتين في معظم المركبات والن البيزيك الن البيزيك بيبقى عندها مجموعتين الكيل والاو لازم يكون جنبها شيال علشان تعرف تحط الأرومات أول مركب كان أصغر مركب كان الضاي فينهايدرامين حطيت اثنين في نايل واثنين نفايل بقى الضاي فينهايدرامين تاني مركب كان البرومو ضاي فينهايدرامين فزودت مجموعة بيار على واحدة من الأروماتيك علشان يزود الاكتبات ثالث مركب كان اسمه الضاي منهايدرينيت والمركب دوت مكانش أنتي استامنك كان أنتي امتك زي الضيفنهايدرامين بس حطيت معاه 8 كلوروصيفل رابع مركب اللي اتفقنا المفروض ان هو مش في المنهج بس بيجي في الامتحان الدوكسايل امين اهم حاجة في ان واحدة من الحلقات بتاعة الاروماتيك بقت بايريدين رقم خمسة واحدة بقت بايريدين والتانية عليها كلور رقم ستة الكليمستين اللي مهمة اوي واحدة عندها كلور دي بنزين ابقتش بايريدين واحدة عندها كلور ودي لسه بنزين والاني دي دخلتها في حلقة ساتيوريت دي البايروليدين وهو الوحيد في الكلاس دي للان في ثلاثة فده كده بالنسبة الاول لكلاس عندنا بتاعة الامين والكايل ايثا وده الكلام اللي موجود في الوراء افترض بقى انتوا حافظتوا معايا خلاص الـ X الكربونة اللي عندها اوه كربونتين والان البيزيك ضيفنهايدرامين مجموعتين فينايل ومجموعتين نيثايل التسمية حيبقى على الـ اي ثانا مين خد بالك من الاسم ضيفنائيل ميثوكسي علشان اللي اتنين فينايل لو دي كانت فيها بيار يبقى المركب رقم 2 فما فيش بيار يبقى بتتكلم في الضيفنهايدرامين الـ preparation بتاعي حنكسر ما بين الـ O والكربونة لنحية حلقات البنزين ففي الـ preparation تسرت ما بين الـ O والكربونة لنحية حلقات البنزين دي خادت H و دي خادت بيار والمركب ده في خطوة زيادة ان هي بتجي من الحلقتين اللي عندهم CH2 بندخل عليها بيار يوزيس دي اتفقنا تمشي على كل الفرست جينيريشن مش اول مركب بس ومش اول كلاس بس كل الفرست جينيريشن انتي هستامينك معاها انتي كولينيرجيك وانتي امتك وانتي تصف وكمان سيداتك وهي المشكلة في السيداتك دوات الدوخة دي لانه بيعد السيئ الناس برومو ضيفنهايدرامين اتفقنا ان احنا بنزود الـ PR فبيزود الاكتيبيت بتاعه التكسير يلزمني في الـ preparation باكسر ما بين الـ O والكربونة اللي جنبها من الناحية الثانية من ناحية الـ basic N فالـ O تاخد اتشايا والكربونة CL والمركب ده بيجي اصلا من الجريجنر دري ايجان فالحلقة اللي عندها بيار مع الكربونة بتبقى الضغايد والحلقة الثانية عندها مجي بيار ضاي منهايدرينيت اتفقنا ان هو ضاي فينهايدرامين اصلا الاولاني اللي هو في اتنين في نايل مع التمانية كدورو صيوفيلين وده بيستخدم في النزية بتاعت الموشن تيكنس والجريجنر سي كلمنا بعد كده على الدوكسايل اميني اللي يفترض ان هو مش في المنهج في حلقة البيريدين اللي هتبقى مور اكتف والكربينوكسامين في بيريدين وفي مجموعة كولور بتزود الاكتيفتي كمان عن رقم 4 وعن رقم 1 طبعا لو بتذكر بالتفصيل اصلا ده مش مهم هنا الكربونة عندها CHS3 هنا الكربونة ما عندهاش CHS3 كليماستين من المركبات المهمة اللي كتبنا جنبها امتحان واتفقنا كلمة فيوماريت دوت ملوش اي امالهاش لازمة كليماستين ال N بتاعتك هتبقى جوة حلقة والكربونيت شين 3 كربونات عندك زرتين كايرل اللي عندهم النجمة دول اللي لازم يكونوا R و R long duration of action والبيرانت بتاعي هيبقى بيرولي دين طبعا الاكتيفتي بتاعته اعلى من رقم 1 بسبب مجموعة كالكولور كل العكب ده بنتكلم في الكلاس الاولانية بس تعالوا نكمل كلامنا بقى على الكلاس رقم 2 ونتكلم على الإثيلين ضيامين واحنا بنتكلم على الإثيلين ضيامين احنا بنتكلم على ان الكنيكتنجاتهم بتاعتي في الحالة ديت هتبقى فانت وانت بترسم الكنيكتنجاتهم بتاعتك N هنرسم الكربونيت شين غالبا هيبقوا كربونتين ايدي ال N بتاعتي اللي عندها مجموعتين ال R ولان ال N زر التكافؤ بتاعها سلاسي فممكن نحط مجموعتين الأريل من غير شيال انا مش محتاجة احط كربونات في الحالة دي فالكلاس بتاعتي هيبقى فيها N وكربونتين وN الكربونتين جايين من إيثيلين اللي هي زي الإيثيل وضايقين علشان مجموعتين ال N بتاعتي انا اول ما استمع كلمة إثيلين ضيامين يبقى انت بتتكلم ان ال X بتاعتك بقت N في الحالة دي انهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بينهم مسافة أي الـ Carbon T-chain في النص لأنهي أن ن Est lohاق تبقىartet فالـ bulbçoة Act تتكلم إذا هذا عدد من مجموعة وديك مملكة A ستتكلم عن الستركترات في مجموعة اول مركب انا كتبه الفن بنزمين هكذا يبثر انه لم يعفوها ولكن لو اتتذكره ستسهل على نفسك كتير الفن بنزمين هو أصغر مركب من المجموعة او achuاء من مركب من هذا الفنال وبنز فن يعني secretary وبنزن جاية من gjort وبينزيل الذي ذكره حصة التسميديات quindi reflecting Life only Food فنيل حلقة البنزين بس لكن البنزيل حلقة البنزين مع CHP خد بالك أن أبسط مركب من الجروب الأولانية كان عبارة عن ضاي فن هيدرامين كان اتنين فنيل لكن أصغر مركب من الجروب ديت حيبقى فن بنزانين تعالوا نرسل مع بعض الفن بنزانين اسمه مش مهم سنعايزك تحفظ معي طريقة الرسمة A-D-N بعدها الكربونتين وبعدها ال-N البيزيك ال-N البيزيك طالما أول مركب يبقى عندها مجموعات ميصاي جي الغالبان أما الأروماتيك بقى ده اللي أنا بركز عليه عندها واحدة في نايل حلقة بنزين وعندها واحدة كربونة بعدها في نايل اللي هي مجموعة بنزايل ففن بنزايمين هو في نايل وبنزايل أول مركب عندي في المنهج حيبقى الترايبلينامين لو أنت فهمت الفن بنزايمين الترايبلينامين دوت حيبقى سهل قوي فكرة الترايبلينامين بمنتهى البساطة إن أنا عندي ال-N البيزيك لسه عندها مجموعات الميصايز زي ما هي عندك الكربونتشين اللي هما الكربونتين بتوعك وهذه ال-N اللي هي ال-Connecting Atom بعد ال-Connecting Atom هيبقى عندي بنزايل CH2 وحلقة بنزين لكن عندي اثنين بايريدايل بدل حلقة البنزين اللي بتاعتها نحط حلقة بايريدايل معنى الكلام دوت ما بيننا وما بين بعض مين اللي مرأكت في الترايبلينامين ولا الفن بنزايمين أكيد ترايبلينامين ما هو أي تغيير عن الأروماتيك العادية عن الفنايل العادية بيزود الأكتيب في بتاعتك فالترايبلينامين هيبقى مركب مور أكتيب لأننا غيرت حلقة البنزين فتاني لو فهمت أن أصغر مركب هنا فيه فينايل وبنزايل بتسهل على نفسك كتير قوي لما ببدل الفنايل بمجموعة بايريدين بقى الترايبلينامين وده أول مركب علي مزاكة البنزين تاني مركب عندنا هيبقى الأنتزولين والأنتزولين من الحاجات المهم والأنتزولين غير أن الستراتشور مهم الستراتشور مفروض دكتورة قالت عليه identify بس غير أن الستراتشور مهم المركب الإليوزز بتاعته مهم مركب الاستخدام بتاعه كأنتي هستامينك مش جامد قوي لكن المركب دامستو ما بيعملش إرتيشن ولأنه ما بيعملش إرتيشن بيتاخد على هيئة فوسفيت سولت والفوسفيت سولت بتاعه بيتاخد ايدروبس مشكلة معظم الانتهستامينك لما بتتعامل أطارات للعين بتعمل حرقان جامد جدا في العين بتعمل إرتيشن جامد جدا للعين أنتزولين من المركبات اللي الفوسفيت سولت بتاعها الإرتيشن بتاعه قليل من أشهر الأطارات بتاعة الحساسية في الصيدليات اللي فيها الانتزولين فوسفيت فالأنتزولين فوسفيت الميزة بتاعته هو بيعمل إرتيشن قليل في العين ده مش بس كده ده كمان نوبعض الاكتيبية كالوكالانستيزيا وانتيكولينيرشي فالوكالانستيزيا يعني مخدر موضعي فهيضيع الحساسية ما بيعملش حرقان وفي نفس الوقت هو مخدر موضعي للعين فأطرق مهم جدا الأنتزولين فمهم في الأنتزولين هو بيتخذ على هيئة ايدروبس علشان هو في الاريتيشن في الأنتزولين هيبقى البيرونت بتاع التسمية بقيت التسمية ما تلزمناهش بس البيرونت بتاع التسمية احنا بنتكلم في اميدازولين ايه بقى قصة الاميدازولين اللي انت بتتكلم عليها دي للناس اللي ذكرت حصة التسميات كنا بنتكلم في حلقة اميدازول والاميدازول هي حلقة خماسية فيها اتنين ان مش جنبه بعض وفيها اتنين ضبل بونت لو شلت ربطة من الاتنين بقت اميدازولين لو شلت الربطتين بقت اميدازوليدين فهنا علشان هي اميدازول وحطيت فيها ضبل بونت واحدة بس فبقت اميدازولين والترقيم بيبدأ من الان الساتيوريت بنحية ال-N الثانية فالضب البندة عند رقم 2 فبقت 2 إيميدازولين هذا البرانت وبقية التسمية لا تخصني شي في الإيميدازولين هيبقى عندي بعد الحلقة بتاعة الإيميدازولين كربونا وبعدها ال-N اللي عندها مجموعة بنزيل ومجموعة فينور تعالوا نحاول نطبق الجنرال استراتشور اللي احنا تعلمنا على المركب دا تفين هنا ال-X اللي جاءتهم بتاعتهم بتاعتهم ادي ال-N دي ال-X بتاعتهم وقلنا ان الجروب ديت اصغر مركب فيها اللي في مجموعة البنزيل وفي مجموعة الفينايل فهي مش بتبدأ بفينايل وفينايل هي بتبدأ بفينايل وبنزيل هنا ال-N البيزيك بتاعتك دخلت جوة chain ادي ال-N البيزيك بتاعتي دخلت جوة cycle ما عديتش سيمبل ضائمي طيب خد بالك ان ال-N الكربونتشين هنا لسه 2 ادي 1 ودي 2 فلسه الكربونتشين كربونتين دا مش زي الكليمستين من شوية الكليمستين كانوا 3 كربونات لكن ال-N الكربونتشين بتاعه هتبقى عبارة عن كربونتين اثنين بس فهو الفرق هنا قادي الفينايل والبنزايا العادي ان الكربونتشين بتاعتي كربونتين زي ما هي بس الكربونات التانية مع البيزيك إن دخلت جوة حلقة اللي هي حلقة ال-N البيزيك إلي بريباريشن انا كتبه في الوراء انها بكسر كذا بس هي ما شرحتش الدكتورة بريباريشن فالبريباريشن مش معي امش مهم انها بكسر ما بين الكربونات رابع مركب لدينا سCheck Asian Max اللي انت بتتكلم عليها دي في السيكلة إثيلين ضيامين دوت احنا بنتكلم على نفس الكلاس بتاعت الإثيلين ضيامين بس نعمل حاجة غريبة حاولوا تركزوا معايا كده في الهيستوري يعني هو الكلام دوت فكروا في ازاي بداية الكلام ان انا عندي الان اتفقنا ان الكاربونيتشين بتاعتي عبارة عن كاربونتين وبعدها الان البيزيك اللي كان عندها ار و ار و هذه الان ديت كان عندها مجموعة بين زايل وعندها حلقة فينيل كل اللي حصل بقى في الكلص بتاعت السايكليزين او البيبرازين ده ان الان بدل ما هي مسكة بكاربونتين والان التانية انا عايز اوصلهم بكمان كاربونتين علشان اعمل حلقة لو ركزت معايا في شكل الحلقة اللي في النص دي الحلقة دي لو انت جيت ترسيمها من غير السي اتشي تقول احنا مش متعودين عليها هتطلعلك حلقة سوداسية فيها اتنين ان وصبات والحلقة السوداسية اللي فيها اتنين ان وصبات النقصات بعض دي تسمها حلقة بيبرازين فالبيبرازين فيها اتنين كاربون اللي كانوا موجودين اصلا والاتنين كاربون اللي نزودتهم من تحت هم لسه اثيلين ضيامين بس دخلتها في سايكلي فسايكلي اثيلين ضيامين او سايكليزين جاي من السايكل وبيبرازين علشان اسم الحلقة الهتيرو بتاعتي بس فيه مشكلة لما بتقفل السايكل بتاعتك لان ماينفعش تتوصل غير بربطة واحدة بس وعلشان الان ماينفعش تتوصل غير بربطة واحدة بس لان اللي على الجنب حيبقى اخرها مجموعة ار واحد واحدة بس ماشي دي مفهاش مشكلة ها اعمل ايه في الاتنين اروماتك ماينفعش اخلص من واحدة بهم كل اللي عملو ان هم نقلوا الفينايل على الكربون يعني اشفته الفينايل دي واحدة فهتلاقي في الكلاصبي فيه كربونة عندها فينايل وعندها فينايل الناس لما بتبص على التخيل انه هم مختلف تماما عن التخيل مع ان فعليا انا ماشي على الجنرال التخيل بتاع الانتهيستاميك ازايك الكلام الغريب ده أول حاجة أنت عندك الاثنين إن ما بينهم كربونتين قادي الكربونتشين المسافة ما بين الاثنين دود كربونتين بس عندك ال إن عندها مجموعات الألكايل التي تطريتها خليها واحدة بس علشان تبقى ال إن عندها ثلاث روابط عندك ال إن عندها بين زيل وعندها فينيل كل اللي حصل أنها شفتت الفينيل على الكربونة علشان عدد الروابط مش أكتر من كده فالكلاس شكلا هي كلاس غريبة فعليا هي نفس الإثيلين ضيامين ونما زودتش غير كربونتين اثنين وإحنا بنتكلم على المركبات ديت هنتكلم في الكلاس بتاعة السيكليزين لو أنا هرسم الستركتشر معاكم تاني إحنا بنتكلم في الحلقة بتاعة البيبرازيل حلقة سوداسية فيها 2N ما بينها كربونتين 2N وقصات بعض ال-N عندها مجموعة ميثايل وإدي ال-N التانية عندها كربونة اللي عندها الفينايل عندها حلقة بنزين وعندها كمان حلقة بنزين المركب اللي قدامك ده أول مركب في المجموعة اسمه على اسم المجموعة السيكليزين تاني مركب في المجموعة هنحط كلور على واحدة من حلقات البنزين يبقى اسمه الكلوروسايكليزين حد يعرف يقول لي مين اللي مرأكت في السايكليزين ولا كلوروسايكليزين أكيد الكلوروسايكليزين بالضبط كده فالكلوروسايكليزين علشان الصبستيتيوشن بتاع الكلور دوت موجود فبيزود الأكتيفتي بتاعت دكتورة بتقول ان الصبستيتيوشن لو عند البارة بيزود الأكتيفتي أما لو كان الصبستيتيوشن دوت عنده الأرثو أو الميتا بيقلل الأكتيفتي طبعاً للناس اللي مش فكرة لو دي الربطة الأساسية بتاعتي دي الأورثو دي الميتة دي البار دي الأورثو دي الميتة دي البار فلو الكلور دي عند دي الأورثو أو الميتة The activity بتقل لكن لو عند البارة The activity بتزيد فالكلور shrink desine فيه كلور عند البارة فال Exactly they fit for this activity ودائماً الكربونا بتاخد C-L فهرسم حلقة البيبروزين بتاعتي فيها ميسايل وفيها H الناحية التانية الكربونا مع حلقة بنزين وحلقة بنزين عندها كلور والكربونا دي عندها كلور شيل H مع C-L ووصلهم ببعض التاني هو نفس الستراتشور أنا مجرد عرفت بس أنا بكسر فيه فانتكده جبت البريباريشان بتاعي فلو بنتكلم على الكلص بتاعة الاثيلين ضيامين احنا اتفقنا ان الـ X في الحالة ديات هتبقى N والـ X لما تبقى N مش محتاجة كربونا شيالة لان الـ N عندها ثلاث روابط والـ N اللي جنب الأروماتيك دي مش بيزيك لان اللون بير داخل في رزونا نسمع الحلقة فالـ N البيزيك لسه زي ما هي لناحية الكربونات الساتيوريتر اول مركب الفين بين زمين اتفقنا انه مش عليه في المنهج يعني لو عايز تطنشه اسماً ماشي لكن كمذاكرة مهمة قوي ما بين الـ N والـ N البيزيك كربونتين اصغر مركب هنا حيبقى في مجموعة فينيل وحيبقى في مجموعة بنزايل معلش الـ Structure مرسوم غلط فقررت تصلحوه في الورق هو في بنزايل حلقة بنزين مع CH2 وديه فينيل هو اسمه فين بنزامين فديه فينيل دي عبارة عن حلقة بنزين ما هيش بايردين نصلحها في الورق لو سمحت اما الـ Tribal Inamene بقى اول مركب حفظ عن دن الفن بنزامين فينيل وبنزايل انا شرحتها صح هي مرسومة في الورق غلط طريب النامين بقى زيه هو اول مركب حفظ عندنا في بنزايل ومش فينيل بقى في حلقة بايردين أنتازولين مركب مهم Identify Ops مركب مهم في الحالة ديت الـ N رجع عليها الفينيل والبنزايل تاني الكربونيتشين بتاعتي كربونتين بس واحدة بره الحلقة وواحدة جوه الحلقة والحلقة بتاعتي اسمها حلقة اميدازولين أو اثنين اميدازولي اتفقنا البيرانت مهم ايه اللي مهم في الأنتازولين ده انه هو ليس اكتف كأنتي هستامينيك لكن اقل في الـ Irritation فنقدر ناخده على هيئة Hydrox وكمان له Local Anesthetic Activity زي البروكين ده احد الحاجات المشهورة ك Local Anesthesia وعلشان كده بيستخدم كأيدروبس بكمية كبيرة اهميته انه بيستخدم كأيدروبس اخر واحد من الكلاس ديت حيبقى البيرازين أو السايكليزين أو السايكليك إثيلين ضيامين زي ما حاولنا نشرح مع بعض فعليا الكلاس ديت هي بالضبط عاملة زي هي عاملة زي الإثيلين ضيامين بس كل اللي انا عملته انها زودت كربونتين تحت فهي حلقة سايكليزين حلقة بيبرازين زي الحلقة العادية او المركب العادي بس انا زودت كربونتين تحت حطيت مجموعة نيفايل واحدة على اليمين وشفتت الفينايل على البنزيل علشان تبقى كربونة عندها اتنين فينايل لو الـ X-DH يعني مش موجودة بقى السايكليزين العادي لو الـ X-Clure بقت كولور وصايكليزين اللي هو مور اكتف علشان الكولور عند البارة لو راحت عند القرس او الميتة الاكتيبيتي بتقل في التسمية طبعا هو تبع البيبرازين بقية الاسم ما يلزمناش والبريباريشن بتاعي حنكسر ما بين N الحلقة والكربونة ان الحلقة بتاخد H والكربونة بتاخد C ده كده بالنسبة لتاني كلاس تبع الفيرست جينيريشن اول حاجة كهت الامين والكايل ايثر تاني حاجة حيبقى الاثيلين ضايمين مفروض كنا نكمل النهاردة الكلاس الثالثة بتاعت البروباي الامين بس انا عرف ان الحصة كده طولت من غير لازمة فهنتيب البروباي الامين باية المتكلم عليها المرة اللي جاية ان شاء الله ذكروا كويس شوفكوا على خير المرة اللي جاية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلموا عليكم اشتركوا في القناة